أعلنت قيادة مديرية أوسيلان بمحافظة شبو عن تطهير ثلاثة مواقع استراتيجية بالمديرية من الألغام وقال مدير مديرية أوسيلان علي أحمد الحجري عقب عملية استلام هذه المواقع بأنه قد تم استلام وتطهير مواقع حيد بن عقيل والخيضر ومحطة لحج من الألغام التي زرعتها ميليشيات الدمار الحوثية وثمن الحارثي جهود الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة والتي عملت على تطهير هذه المواقع من الألغام ولفترة عمل استغرقت ثلاثة أشهر منويها باستخراج أكثر من ستمائة لغم من مختلف الأنواع منها